عقد وزير التنمية الحيوانية رفقة كل من وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة ومفوضة الأمن الغذائي ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين مؤتمرا صحفيا حول خطة الحكومة الاستباقية لمواجهة تأثيرات النقص الحاصل في الأمطار على الثروة الحيوانية وقد بيّنت وزارة التنمية الحيوانية أن الخطة الحكومية تتمثل في استراد كميات معتبر من الأعلاف وطريقة توزيعها بشكل شفاف على عموم التراب الوطني وكذلك توفير المياه لهذه الثروة الحيوانية الهامة وما تم خلال هذا المؤتمر تأكيد على مواكبة الاستراتيجية الحكومية في دعم المنمين خلال فصل الصيف المقبل